السلام عليكم من ساعة كده كنت بقرأ مقالة فليت فيها كمية غلطات منطقية رهيبة جدا منها مثلا العلماء الجاهلة حرموا القهوة منها ان اسم القهوة ده جيك ياسن على اسم الاسم الخمرة هما سموها لان فيه نوع من اسم القهوة اسمه قهوة فهم سموها بالاسم دوت وهكذا كمية حاجات لغبطة فزاعة جدا يعني فكرة ان القهوة سميت على اسم الخمرة ده بغير سحيفكرني بالقال ان لو الغناء حرام حرام ما كانش رسول الله عليه وسلم كان سمى بنته مكرتصوم على اسم المغنية مكرتصوم الترتيب الزمني ما يخلناش اصلا نفكر في الكلام ده ونشوف طيب تعالى نشوف ايه فكرة القهوة القهوة بتقول او فكرة او قصة تاريخ القهوة ان في واحد من الصوفية الشازلية يقول اسمه عمر او علي بن عمر كان موجود في الصحراء ويأكل اي حاجة فكل اللي لقى حباية قهوة فلاها مرة فحمصها وحطاف مية فلاها رحيتها حلوة وطماء حلوة ولا نصف اليوم ده ما نمشي في قلدة ده كويسة جدا عشان الواحد يكتهد في العبادة ويصهر ويعني يتعى ربنا اكثر يعني هو خذها من باب ان ديها اعانة على الكلام الليل وقالها الزمانة صوفية فبدأت تنتشر ونشرت مع صوفية يعني صوفي وربيشوا قهوة فجيه على المكة كان ماشي سنة 1511 ملياديا ولقى صوفية بدعملوا حركات وبيشربوا مشروبه كلمة قهوة جاي من كلمة قهوة قهوة دي يعني ايه يعني سدت نفسك عن الاكل اغنتك عن الاكل من غير ما يكون عندك مرض يعني اللي بيشه قهوة اعتبار النوع من النوع الجيم نفسه بتسد عن الاكل بس من غير ما يكون عنده مرض دي كلمة قهوة انما تقول ان القهوة اسم الاسماء الخمرة لا اهوه عشان نصفية كتير وكانوا بيقولوا فيها شيع فكان يقول لك ايه اسكن القهوة او اسكن الخمرة ويقصب بها القهوة فارتبطت الاثنين ببعض يعني هو كان ايه في الاشعار بدعتهم كان نشبه حاجة بحاجة تانية فهو كان بيشبه القهوة اللي بشربة بالنوع من النوع الخمر بس هيا ما بتسكرش المؤمن لما شف كده قال ايه دي قالوا قهوة قال لهم دي حلال الله حرام فسأل علماء الاحياء سأل العلماء اللي هم بيفهموا في العلم بيسأل علماء الدين فقالوا لا والله احنا دي حاجة غريبة وبتاع واحنا شاكين فيها واحنا ايه شايفين انها حرام اعتقدوا بحراتها وفضلوا فترة طولة جدا مناظرات حلال ولا حرام والناس شايف انها حلال والناس شايف انها حرام فضلوا تقريبا 13 سنة حتى السلطان التركي السليم الاول سنة 2015 قال لا هذا حلال ايه بفكرة انهم قالوا انها حلال قال لك والله تعال نعمل مناظرة الناس اللي بتقول ان القهوة حلال هنجبلهم قهوة يشربوها ونقعد نناقش بعض في اي موضوع انت حابين الموضوع ساعتين ولو لقينا مركزين يبقى لها حلال لو لقيناهم مشتتتين ومش مركزين تبقى لها حرام كلام جميل جدا كلام علمي عمل الموضوع التجربة على المادي لقى الناس مركزة اكتر فقال لك لا تزيب العقل فبالتالي غير حرام لانها عكس بس اسناء الاختلاف حصل مشاكل وفي شخص او اكثر من شخص اسناء الاختلاف فالناس قالت عندنا في الناس اللي بيحرام القهوة احنا هنشرب القهوة في العزة بتاعهم فاصبح من عددنا كمصريين ان انا ما يكون في عزة بنشرب قهوة فيها وفضل الناس بدأ تحب القهوة وطبعا البدأ بقى صفية فالناس يشربت تشربة كثير للكيام الليل كانوا عندهم عادة كده ان هما يقروا الفتحة ثلاث مرات بعد ما يشرب القهوة ولكن سفية فيها اسرار كتير وفيها الناس مرتبطة الناس دي يعني قريبا من ربنا وعندها اسرار وكده فاصبح انها تطالع يعني يقولك ايه اللي بتشرب القهوة بتعرف الطرية بتاعك من البقية القهوة طبعا دا ما بيرتسبش بشي لان القهوة هي اللي مرتبطة بالتصوف القهوة مشروب عادي خالص ما يقولش ان هو مشروب اسلامي او مشروب صوفي او هو مشروب اللي اكتشف مين هي قدرا القصة اكتشف كده طيب بعد كده اللاهوة دي اتنالت لأوروبا اول ما اتنالت دا من اللي اختراحها اختراحها العرب المسلمين فالكاسوليك حرموها تماما واعتبروها مشروب الشيطان انت راح مسمينه اختراع الشيطان المر او دا الشيطان هو اللي اختراعوا الحاجات دي واعتبروها اسوأ من الخمرة لحد ما بعد كده احد البابهاد عندهم راح قالك والله تعالى نجرب فشربها عجبته جدا فقالك احنا لازم ندي الشيطان جايزة على اساس ان هو اللي اختراع لنا القهوة ديت والقهوة علميا ان انت لو شميت ريحة القهوة تركز بزيت يعني لو انت صايم و مش قادر تشرب و عايز تركز اعمل قهوة وحطها جنبك وتشربها هتلاقي زهنك بدأ يصفه ويركز في الكلام